وأول العشقين للنادي الأهلي حيكون معنا الليلة هو وظيف عزيز علينا قوي وإعلام كبير وإعلام إيه؟ مصقف بسم الله ما شاء الله مصقف في الرياضة بس لا ده في كل الاتجاهات وفي كل المجالات وكمان عنده إجابات لكل اللغات يعني في حاجات أنا عاوز أقول عليها كتير يند الراجل لما هتعودوا معاه النجل بتاعنا ده مارس حاجات كتير قوي هو صحفي مارس المهنة من القاع زي العيب الكرة كده بيفدأ من الشارع وفي نفس الوقت من القاع لحد ما وصل للقمة عمل في مصر وعمل كمان وكان كل عمل بيعمله كان لي بصمة وشتغل برة مصر وكان برضو لي بصمة كل حتة بيروحها لازم بقى لي بصمة تعالوا نشوف سرته الذاتية حاجة تشرف بجد حاجة تشرف وإعلمنا المصري وإعلمنا الأهلاوي في شخصيات كتيرة جدا من هذه النوعية وبهذا المستوى الطيب اللي احنا بنتكلم عليه وعنده كمية وعي وفكري ورؤية وده كله حتشوفوه في حوارنا معاه وضفنا الأهلاوي الجميل النهاردة العشر القيان هو صحفي بمؤسسة أخباري اليوم الكلام ده سنة من كم؟ من سنة الثمانين ومدير تحرير مجلة النادي الأهلي أول ما طلعت مجلة النادي الأهلي الرغضية الأسبوعية اللي كي بتطلع بلكده اشتغل فيها من كم؟ من اثنين وتمانين لحد خمسة وتمانين وعضوا بمجلس إدارة وتحرير بجلة أوروبا اللي هي بتصدر باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية يعني هو بس مش مجرد كيبلك هو مصقف جدا اشتغل فيها من سنة تسعة وتمانين ورئيس القسم الخارجي ثم مساعد رئيس تحرير الأخبار سنة تسعين وعمل مدير تحرير اشتغل مدير تحرير في الشروق اليومية اللي هي القطرية والكلام ده من واحد وتسعين لأربعة وتسعين ومدير تحرير السياسة اليومية الكويتية وده كان من أربعة وتسعين لحد ستة وتسعين انا يعني عاوز افتكير له حاجات كتير ولسه لسه لسه ومؤسس ومستشار تحرير بجلة الميجان الميدان اليومية الرياضية المصرية من سنة ستة وتسعين لحد سبعة وتسعين وانتوا شفتوا الميجالة دي طلعت شوية كده وعا كده اختفت تولى منصب المستشار الاعلامي لمجلس الامة الكويتي عارفين يعني مجلس الامة الكويتي ده عشان يبقى مستشار اعلامي ليه هناك بيختاروا على الفرازة اشتغل فيه من ابريل سبعة وتسعين لحد اغسطس الفين وخمسة واشتغل مدير تحرير الانباء الكويتية وما ادراك ما الانباء الكويتية في الفين وربعة وعمل حوارات وتغطيات صحفية زي ما تقول حوارات مع كورد فلدهايم اللي هو المستشار النمساوي مع امين عامل امم المتحدة وعمل كمان لقاء مع رئيس البرتغال وعمل مع الرئيس السوري حافظ الاسد وغطى احداث كتيرة جدا زي مثلا منظمة مدريد للسلام في الشرق الاوسط وغطى احداث سقوط شوشيسكو في رومانيا وانهيار حائط برلين يا جماعة وفي ده احنا عاديم مع موسوعة والله يا موسوعة صحيح واشتغل على القمة العربية خلال الفترة من 2004 الى 2008 وكمان هو مؤلف هو مش مجرد صحبي بس لا ده مؤلف كمان عارفين يعني ايه مؤلف مؤلف ودي هتوقف عندها كده وهقول لكم مؤلف ايه ألف عشر كتب في السياسة والفن والرياضة وترجم نحو 30 كتاب من اللغتين الانجليزية والفرنسية الى اللغة العربية ده احنا النهاردة احنا يومنا نادي احنا النهاردة مش هنروح ومقالاته اليومية والاسبوعية كانت في كل الصحف زي الاخبار واخبار اليوم والوافد والشروق القطرية والسياسة الكويتية والانباء الكويتية والدستور الكويتية والخليج الاماراتية والمنار الشهرية واوروبا الشهرية باللغة الانجليزية وهو عضو نقابة الصحفيين العرب ووجهة الصحفيين الكويتين عضو اتحاد الصحفيين العرب والتحاد الصحافة الدولية وكان معلق اذاعي وتلفزيوني على الاحداث السياسية في كل منه التلفزيون المصري وتلفزيون مسقط وتلفزيون ازاع وتلفزيون وازاعة الكويت والبي بي سي والتلفزيون السوري شفته قد ايه هو اعلام كبير ورغم كل الكلام ده كله الاهلي حطت عنده الاهلي في كيان في جواه كده في حتة تانية طب بيجيب منين الوقت كله عشان يمارس كل الاشغال دي كلها ويوظف مع النادي الاهلي واشتغل في قناة النادي الاهلي وهنشوف هو من امتى شجع النادي الاهلي ويرجع للنادي الاهلي منذ بتاعته في مجلة النادي الاهلي ما انقطعش عن الكتابة فيها خالص ولما توقف نهر حبه للاهلي عن التدقيق انا حبيت بس اعرض السي في بتاعه علشان تعرفه قيمة ضفنة ومستواه الثقافي وابداعاته في الكتابة في حاجات كتيرة جدا انا زي ما قلت لكم احنا بردمجنا مفتوح في كل المجالات وده واحد من المجال الاعلامي اللي انتوا شفتوا السي في بتاعه عامل ازاي وحاجة بسم الله حاجة مشرفة ده نمر واحد في حياته النادي الاهلي هتقولولي ازاي هتسمعوا منه الكلام ده كله ضفنا وضفكم الليلة هو الاعلامي الكبير الاستاذ حامد عز الدين نائب رئيس مجلس امناء قناة النادي الاهلي وصاحب بصمة كبيرة في قناة النادي الاهلي اول ما بدأت تعالوا استقبل الاعلامي الكبير الاستاذ حامد عز الدين ونعرف مسيرته ايه ومن امتى بشجع النادي الاهلي من امتى دخل الصحافة علاقاته ايه بالصحفين الكبار علاقاته ايه كان بالكابتن صالح سليم وكل الناس اللي موجودة هل كان ليه علاقات مع لعيبة شخصية معينة علاقاته ايه بالدول العربية ازاي كان بيني الاخبار ازاي كان بترجم كل الحاجات دي كلها نعرفها من الاستاذ حامد عز الدين تعالوا نستقبله ونشوفه غابتوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة